السلام عليكم كحالكم حندي د BraOPOPEN مثال على المعاكس الاتجاهي إثباط رياضي نستخدم فيه المعاكس الإيجابي إيش المعاكس الإيجابي? آخر مرة التكلمنا بيناما شاف قلنا، المعاكس الإيجابي هو إنو إذا كان عندك عبارة شرطية بالشكل هذا فإن المعاكس حقه اللي هو هذا المعاكس الإيجابي هو نفس العبارة نفس الشيء فى الرياضيات نفس الشيء إذا إثبتنا هذا вещي، هو نفس الإثبات الذي كأنه أثبتنا هذا، إذا أثبتنا هذا فإنه أثبتنا هذا، وكنت بقول إنه بعض المهارات في الرياضيات يكون أسهل لنا نثبت شيء زي كذا، وحديكم المثال، حديكم عبارة شرطية رياضية وحنثبتها بالمعاكس الإيجابي، وكلام كثير. العبارة هي إذا كان X تربيع زوجي فإن X زوجي فهمين؟ هذا يقول بالجيم، هذه حطة جيم، زوجي، صحيح، طيب، إذا كان العربي غلط، ما عليش، أنا مدرس رياضيات، فإيوه، أشكن بقول، زوجي زوجي، فإيش العبارتين، العبارة إنه X تربيع زوجي، فهذه نسميها مثلا، نسميها نحط لون ثاني، نسمي هذه P حقنا، نعيد P و Q دائمًا، ما نغيرهم لأنه يعني خلص نتعوّل، زي X و Y، P و Q، فال Q هادي وال P هادي، ففكروا، ممكن تقدروا تثبتوا هادي، مهم مرّة صعب، ممكن تلاقيوا طريقة إنكم تثبتوا هادي، وهذا شيء يرجع لكم، واجربوه، إذا قدرتوا ما شاء الله good for you، يعني شيء تمام. بس خلينا نسويها بالطريقة ممكن تكون أسهل، إلا هي المعاكس الإيجابي، نستعمل المعاكس الإيجابي، المعاكس الإيجابي ايش يقول؟ فهادي كيف تيجي هادي كانت، اللي عبارة كده P Q صح؟ فالحن هنسوي إيش؟ ليس Q فإن ليس P، معناته إيش؟ ليس Q إيش هي؟ X تربيع زوجي إيش عكسها؟ ليس زوجي معناته فردي، نسيت كلمة فردي، X تربيع فردي، وليس P يعني X فردي، فنقدر نثبت إنه إذا كان، نكتبها، إذا كان X فردي، فإن X تربيع، شوفوا تعكست لأنه كانت P وصارت Q، عكسنا P والQ بلطوم، فإن P X تربيع مرضو فردي، فكيف نثبت هادي؟ هادي أسهل كتير في الإثبات، ليش؟ أسهل، لأنه هادي واضحة جدا، شي فردي، إذا كان X فردي، فـ X تربيع هو X ضرب X، فشي فردي، فشي فردي، فردي ضرب فردي يساوي فردي، فـ X تربيع هيكون فردي، لأنه X ضرب X يساوي X تربيع، فهمين علي؟ طبعا هذا الإثبات يعتمد عليه أنه نعرف أنه فردي ضرب فردي يساوي فردي، بس هذا الشي سهل، ونقدر نثبته بالمنطق حتى مرة واضح الوضع، فما حنكلم فيها كثير، هذا هو فكروا فيها شي حلو، وإذا حاولتوا تسوها بدون ما تعكسوها أصعب كثير، برضو فكروا فيها. شكرا لكم، شوفكم مرشي شكرا لكم. شكرا لكم.